عملت قصة قبل كده وملقت لهاش تفسير معرفتش توصل لها الحل؟ يعني؟ يعني قصة مثلا انت روحت عملت عليها استقصاء او بحثت في حاجة معينة في موضوع معين وملقتش لي تفسير للسؤال انت كنت تحطه في دماغك من الاول اغرب قضية بالنسبة لك باني مظاهر مثلا باني مظاهر دي قضية الى الان مش مفهومة يعني هي بتتكلم في سنين من سنين كتيرة اكتر من 25 سنة مثلا عبارة عن عشر اشخاص ماتوا في بيتهم بطريقة غريبة كلهم من نفس الشكل كلهم ايتم في نفس الوقت كلهم فيه اطعف حتة معينة في الجسد مع بتر جزء معين في الجسم ووجود حمامة راسها مش موجودة جنب كل يعني الراجل جنبه ذكر حمامة والانسة جنبها حمامة فالموضوع مش طبيعي والحد النهاردة هي ضد مجهول وملالاقوش غير فاردة حزاء واحدة على اسطح واحدة من العماير يعني وابضوا على واحد كان مشتبه فيه وبعد كل التحريات والتحقيقات مطلعش هو وده كان بفضل يعني انه الرأي العام نفسه ما كانش مصدق انه شخص واحد اللي عمل كده طب القضية دي ضد مجهول لحد النهاردة مش مفهومة فملقتش تفسير بيه طب فيه قصة عملتها بل كده وانت بتعملها كنت خايف معظم القصص عملتها اكتر حاجة مخوفات كده اه محمد ادم اللي هو انا كنت مسميه شيطان المشرح ده شخص مش طبيعي خالص يعني انا وانا ما انا قريت قصته جبت مصادر كتير ليه هو مش طبيعي خالص هو كان شغال عامل في مشرح سوداني الجنسي اه وهو صغير والد عشان كاب بقول دايما انك لما بتعرف تاريخ الشخصية بتقدر تفهم هو ليه تصرف كده وهو صغير حد دايق والدته فوالده راح جاب الشخص ده وقتله قدامه قدامه ودفنوا في ارض زراعية جنبهم والقضية ده مجهول ومحدش عرفه فلما كبر اشتغل هو في مشرح فاكتشف انه الجسس بيتم الاحتفاظ بيها جوه اواني مع مواد كيميائية بتحافظ على الجسم الأطول فترة ممكنة مظبوط فبدأ يرتكب الجرام بتاعته كده ان يجيب الضحية على المشرحة يقتلها ويقطعها ويحطها جوه الاواني دي والناس تدخل مشرحة مشرحة انت شايف جسس فده عادي جدا وبدأ ينتقم بقى من الناس سافر اليمن ويشتغل هناك وبدأ ينتقم انه كل ما يعرف تحديدنا البنات يعني كل ما يعرف واحدة يتعرف بيها شوية ياخدها على المشرحة يقتلها يقطعها بالشكل ده وبعدين ضد مجهول مش عارفين فين لحد ما بنت في الآخر خالص بعد سنين طويلة بنت عراقية اختفت ولقوا شنطتها جوه المشرحة فعملوا بحث اكتشفوا انه اغلب الجسس اللي محطوطة مش متأيدين اصلا في حد مش متأيدين ودي ضحايا كلها مش طبيعي ده رعب مش هو مش طبيعي يعني هو مفيش انسان طبيعي يتصرف كده طبعا يعني حتى لو عايز انت لو واكل جريمة مش للدرجة دي وبعد كده عمل ايه؟ اعملوا فيه ايه؟ اعدم اه ده لازم طبعا ما قالوش بقى مريض نفسي ومش مريض نفسي ما الهاء يعني حتى لو يعني يعني ده راجل شغال في كل الطب في اليمن وفي مشرحة كل الطب وانه وكان بيتاجر مع الطلبة كان بيسجل المحاضرات لما الطلبة ما بقاش حضرت يعني فبيسجل المحاضرات فيديو وبيبعا لهم فهو مش حد لا هو حد متزم جدا هو بيحب ده زي فكرة القاتر المتسلسل السيريال كله هو غالبا ايه يعني تلاقي انا ما فيش قصة قاتر متسلسل قريطة الا ما لقيته دكتور زكي جدا مهندس محامي بس ده ما يمنعش انه هما بيكونوا مرضى نفسيين هو مش طبيعي طبعا هو مش طبيعي بس هو تصرفه ده مش طبيعي يعني هو مثقف جدا يعني هو ما يفعلش تقول عليه انه هو ايه تعاليمه مش مش قد كده فارتكب لا خالص لانك تشفت انه اغلق بالقطر المتسلسلين كده اللي في الصورة ده اسمه محمد ادم سوداني جنسي احسن لقب ليه شيطان المشرحة وده لانه فعلا كده واحدة من اكتر قصص الرعب اللي ممكن تسمع عنها في حياتك وحصلت في اليمن محمد ادم وهو عنده سبع سنين والدته اتعرضت لجريمة اغتصاب وهم في السودان والده لما عرف قرر انه ينتقم ويجيب حق والدته فقدر يوصل للعمل كده وجابه لحد البيت قدام محمد وقتل وقطعه ودفن جثته في ارض جنب البيت كانت مخصصة للمواشي وكل ده حصل بالتفصيل قدام محمد ادم